تتواصل لفعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين تستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمصابقات الترفيهية إضافة إلى حفالات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم فعالياته معنا من هناك مرسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود حدثنا عن فعاليات اليوم والفترة المقبلة أهلا بك السحر وأهلا بك محمد وبكل أستاذ المشاهدين أرحب بكم مجددا من هذه المدينة الساحرة الجميلة من مدينة العالمين الجديدة حيث نتابع معكم كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى نتحدث عن مرور سبعة أيام والأسبوع الأول من مهرجان العالمين الجديدة كان أسبوع قوي بالفعاليات وحضور أيضا الزائرين واستعداد كل المناطق المختلفة التي تستقبل الفعاليات كنا قد تحدثنا عن المنطقة الترفيهية التي استضافت الفعاليات الأولى للمهرجان وأيضا الانتهاء من المنطقة الأخرى التي ستستضيف حفل الفنان تامر حسني في 21 من يوليو الجاري لكن تواجد تحديدا في هذه الخدمة الإخبارية في منطقة من أهم المناطق التي ستستضيف فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وهو كورنيش البحيرات أو البحيرات الصناعية الموجودة على الممشى السياحي في مدينة العالمين الجديدة نتحدث عن هذه البحيرات أن مدينة العالمين فيها بحيرتان هامتان هذه البحيرتان بحيرة شرقية وبحيرة غربية البحيرة التي نتواجد بها الهان ومن خلفه هي البحيرة الشرقية التي توجد على مساحة 350 فدان وبها بعض البواغيذ التي تستقبل مياه البحر مباشرة فهذه البحيرات بها مياه البحر المتوسط عن طريق هذه البواغيذ وهذا الممشى السياحي الموجود أيضا في هذه البحيرة هو بطول 10 كيلو مترات كمرحلة أولى يقدم كل الخدمات الترفيهية للزائرين والمواطنين به أعمال الأعمال الخضراء وبه أيضا الأشجار وبه منطقة ترفيهية أو مركز خدمي ترفيه هذا المركز يتم العمل على إنشاءه والانتهاء منه ليضم بعض العلامات التجارية أيضا لتقديم كل خدمتها للزائرين الفعليات التي ستستضيفها هذه البحيرة هي بعض الفعليات الرياضية وتحديدا بطولة التريثون والسباق الثلاثي الخاص بجزء السباحة والدراجات والجري الجزء السباحة هو الذي سيكون في هذه البحيرة وأيضا ستستضيف هذه البطولة وستستضيف أيضا بطولة التجديف مع العلم أن هذه البحيرة ومدينة العالمين استضافت بطولة التجديف الدولية في أكتوبر الماضي بحضور رئيس الاتحاد الدولي هذه البحيرة تتميز بوجودها وسط الأبراج العالمين الجميلة بالطراز المعماري الجميل وبالارتفاع الذي يبعد عن سطح البحر بارتفاع مئة متر وباربعين طابق لكل برج فنتحدث عن وجود هذه البحيرة في مكان جميل يستطيع الزائر الذي سيأتي في مهرجان العالمين الجديدة أن يتمتع بكل الكدمات الترفيهية هناك أيضا مصار للدرجات ومصار للمرة والزائرين للسير على الأقدام فبالتالي استعدت هذه البحيرة وأنهت استعداداتها لاستقبال بطولة التريثون السباق الثلاثي وأيضا تتميز بأن هذا الممشى يأتي بالتوازي مع الممشى السياحي المطل مباشرة على ساحل البحر المتوسط الذي يمتد بطول 14 كيلو متر نعم سنتوصل معك في خدمتنا الإخبارية القادمة للمزيد عن هذه البطولات حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة محمود جميل كنت معنا شكرا جزيلا لك